السلام عليكم ويعتبر ماسك كذلك له ثلاث استعمالات في فيديو اليوم يمكنكم استعمال في أي وقت يكافح علامات التقدم في العمر يعمل كواقي من أشعة الشمس اللاذعة يمكنكم استخدام القناع لمدة الساعة وأغسيله أو نصف ساعة وأغسيله له عدة استخدامات هو طبيعي لا يضر البشرة أبدا للحصول على بشرة جميلة لامعة براقة وصافية نقية مثل بشرة البيبي اتبعي معي هذه الخطوات السهلة والفعالة والنتيجة فورية أهم عنصر في هذه الخلطة هو الأرز الأرز العادي هو غني بالفيتامين بي ومضادات الأكسادة القوية التي تعزز إنتاج الكولاجين وإزالة التجاعد والخطوط الرقيقة ماء الأرز غني بالمعادن الخاصة بالجمال والفيتامينات التي تجعل البشرة جميلة رائعة وهو ممتاز كذلك للشعر الأرز يساعد الجيل في تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية في البشرة يعزز نمو الخلايا ويبدئ عملية الشيخوخة الأسيويات يستعملنه في نظامهم الغذائي اتناولوه في غذائكم ضعوه في نظامكم اليوم الغذائي وكذلك استعملوه في المسكات الطبيعية والخلطات هو ممتاز هو سر جمال الأسيويات الدائمة سر شباب بشرتهم الدائمة نحتاج إلى كمية من الأرز نضعها في إناء نضيف لها الماء ونتركها تغلي قليلا حتى يصبح مثل العجينة أخواتي بعد أن يغلى جيدا يصبح هكذا قومي بتصفيته وقومي بتطحنه حتى يصبح هكذا مثل العجين الكريم جاهز نحتاج إلى علبة لوضع الكريم كذلك نحتاج إلى ربع ملعقة صغيرة من الكركم الكركم سيدلية متنقلة الكركم غني بمضادات الأكساسي هذا غني بالفيتامينات التي تؤخر شيخوخة البشرة فقط قليل جدا ربع ملعقة فقط نضيف له كذلك ربع ملعقة من عرق السوس يتبع عواد ويتبع مطحون عند العطار قولوا له عرق السوس غني بالفيتامينات التي تؤخر شيخوخة البشرة وتعطي شباب دائم يحتاج إلى قليل هكذا فقط الكريم جاهز أخواتي نفرغه في العلبة وجهز للاستعمال يمكن نحتفظ به لمدة أسبوع حتى عشرة أيام في الثلاجة له ثلاثة طرق في الاستعمال إذا أردت أن تستعمليه كريم ليلي أو كريم نهاري تأخذي كمية قليلة منه هكذا على البشرة نظيفة تدهنيها على البشرة هكذا حتى تختفي تماما هكذا 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 حتى يجف تماما ونامي به ليلة كاملة عادي الكروكو مفتح طبيعي للبشرة كذلك الأرز ممتاز مفتح مبيض يزيل علامات الشيخوخة وعلامات تقدم في السنة يعطيك بياض رائع للبشرة وكذلك العرق السوس ممتاز للبشرة هذا إذا أردت أن تستعمليه كريم ليلي أما إذا أردت تستعملي في النهار كذلك استعمليه قبل وضع الماكياج يعتبر واق الشمس طبيعي وكريم نهاري طبيعي أما إذا أردت استعماله فقط كماسك ضيفي له الزبادي هكذا وأخذي كمية من الكريم هكذا أحركيها جيدا ضعيها على البشرة هكذا طبعا بشرة تكون مبلولة بمأدافي لفتح المسام أتركيه لمدة نصف ساعة وبدأ ذلك أفركيه فرق ناعم وأخسلي بمأدافي وكرري العملية بمأبارد وبرقبي هذا يعتبر ماسك عادي يعني له ثلاث استعمالات واقي الشمس مرقب ليلي مرقب نهاري وماسك منتاز الأرز جربوه لن تندموا بإمكانكم الاحتفاظ بالخلطة مدة أسبوع أو عشرة أيام في الثلاجة وبدأ ذلك قرروا خلطة جديدة أنا نأتيكم بعدة خلطات حسب الميزانية وحسب الظروف المادية وحسب المتواجد في المطبخ إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيبتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على الانضمام إلى قناتي وإن شاء الله في مزيد من الوصفات على لكم شكراً بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام